السلام عليكم ورحمة الله متابعنا الاعزاء متابعي قناة دعم مدرسي مرحبا بكم مرة اخرى على القناة ديالكم بطبيع الحال ومرحبا بالناس اللي بقين يعني الله كيك تشفونا اول مرة مرحبا بكم كذلك دان فضل القناة الحمد لله غتلقاوا كل ما يهم يعني القرية ديال ولداتكم وغي يعونكم ان شاء الله بشتحسنون مستوى ديالهم اليوم غتكون عنا واحد مراقبة مستمرة الاولى بطبيع الحال بالنسبة للدورة التانية هنا مكتوبة المراقبة المستمرة الثالثة بالنسبة للرياضية في السنة 2021 يعني موسم دراسي 21-22 تبدل ترتيب ديال بعض الدروس دخشي عشاء تلقاو متنان بعض الفروض ما غادينش مع الدروس مع الترتيب ديال الدروس ولكن هادو اللي يبدينا كنحطه ان شاء الله هادل عام رهم غادين مع الدروس هذا النموذج الأول وغنزيدكم ان شاء الله النموذج الثاني اللي غادين مع الترتيب ديال الدروس اللي عندكم في الواحدة الرابعة بحول الله اذا نبدأ كالعادرة كنخلي البيدي اف اسفل الفيديو كنخلي لكم الرابط اللي في باقي الفروض الخاصة بالدورة هذه اللولى كذلك اسفل الفيديو يكفي انك تكليك على لديك السهم باش يخرج لك ما يسمى بصندوق الوصف وكالعادة الرقم ديال الواتساب الناس اللي مازال يعني مهتمين او لا باغين دخلوا معنا الجروب الخاص المرجو التواصل ديال الواتساب المرجو التواصل على الرقم اسفل الفيديو باستخدام شرق انضمام لها المجموعة الخاصة هذي سنضع وننجيز هذي العمليات ديالجامعو الطرح والضرب را دائما غتلقوهم وما خامس لما يكونوا عند تلك الساعة في الدرس ولكن را غتلقوهم في الفرد وغتلقوهم ان شاء الله في امتحال الموحد كما تلقيتم في امتحال الموحد اقليمي للاخردية السنة ستكون ضابط هذي العمليات الاربع جمع وطرح وخصا مع الاعداد العشرية اذا هنا باش غادي نبداو دائما نبداو بدك شلي بين القوسين مش بضرورة هذي الولا غنبيا وانما الاولوية كتكون للقوسين اذا غنحط العملية ثلاثين فاصيلة ثمانية اعتدر الى شمرا لقيتو خطأ في الحساب فيعني الحساب دائما عودوه من ورايا انا لانا كنكون نخدم وكان شرح ليكم بعض المرات كيكون ضغطة ديالة تسجيل وكيكون بعض المرات الوليدات كيضو خلو بيخرجوا فهذا بعض المرات كان فقط تركيز اولا كنكون مهم كيوقع بعض المرات اخطأ في الحساب فها يعني اللي ممكن تجاوزها وراح كننبهكم ليها بعض المرات في الفيديوهات الاخرى اذا نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة وغنحط هنا 48 وهنا 0 9 دائما كنقولك حط الفاصيلة تحت الفاصيلة واحد في الفاصيلة واحد ايضا خطأ في الحساب هنا ما نحتاج ان نزيد الاصفار مهم لا شيء زي تسعود 8 زائد صفر ثمانية كنحط الفاصيلة 0 زائد ثمانية واربعة زائد ثلاثة سبعة واخا دابة هذا جمعته لعندي مجموع واحد بعدها ندير عملية الطرح عملية الطرح عندي عدد صحيح طبيعي ما فيش الفاصيلة مع عدد عشاري واحد في الفاصيلة واحد ما فيش الفاصيلة اذا دائما كنوصيكم باش ما يوقع لكش خطأ في الوضع هاد العدد هذا ما عندوش الفاصيلة انا غنزيد ليه الفاصيلة ونزيد ليه اصفار حتى نقضه مع هذا هذا شحل عنده رقم بعد الفاصيلة عنده جوج هذا نزيد ليه جوج الاصفار من بعد الفاصيلة ومليه كنجي نحط وهذا ولي سباق ماشي هذا في الطرح ميمكنش نخالف الترتيب ديال الحودود دائما 327 فاصيلة سفر سفر باش كنجي هنا نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة دائما باش يبقى الكبير كنطرح منه الصغير سافي وندير عملية الطرح هنا الصفر دائما الفوق دائما لا يمكن غير يبالك الصفر الفوق في عملية الطرح مش يزيد واحد الفوق و واحد التحت او لا تسلف شوف طريقة تلك تسلكك تخدم بها اذا 10 ناقص تسعود واحد ثاني هنا لايمكن 10 ناقص هنا تسعود واحد فاصيلة تحت الفاصيلة 6 ناقص تسعود لايمكن 6 ناقص تسعود لايمكن هنا كذلك لايمكن 12 ناقص 8 و 3 ناقص واحد نجي هنا لعملية الضرب 9.07 25 ناقص حتى تضع الجزء الصحيح حتى الجزء الصحيح حتى تحت العشرية لانا انا كنت تخدمها كأنها لا نصل فاصيلة حتى الاخر حتى نجمع الحساب بعدها نتفكر فاصيلة 5.7.35 5.0.0 واحتفاظ 3 5.9.45 نقص 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 7.14 1.00 واحتفاظ 1 9.18 5.7 6.12 5.7 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 55.5 6.7 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.7 انا سألقى مشكلة في الفاصيلة أريد ان تخلص منها و تبقى العملية سحيحة في جميع الأحوال كنقض الأرقام من بعد الفاصيلة ماذا عندي من الرقم؟ هنا جوج؟ احتى هنا كنرجع من جوج و كنتخلص من الفاصيلة مقسومة على ثلاثمائة و خمسين غير المشكلة هنا أنك تكبر المقسوم عليه كنت تكبره إذا لو تريد ان تهنم الفاصيلة بتاتا تقضل أرقام من بعد الفاصيلة و تحيد الفاصيلة تزيد الأصفار هنا و هنا و تتخلص بغيت تحيد غير من المقسوم عليه أحسن كتشوف فشخص تضرب إذا احتي الفاصيلة هنا براقم واحد حتى هنا كتزيحة براقم واحد إذا احتيها بجوج هنا كتزيحة بجوج و كنبدأ كنبدأ العملية دي اللي قسمة عادي إذا هنا غنبدأ خمسة وتسعين شحل فيها من خمسة و ثلاثين غيكون فيها غير الجوج لأنه في الثلاثة غنفوت خمسة وتسعين يجوش في خمسة عشرة جوج 3 الستة و الواحد سبعة خمسة و الباقي خمسة سعود ناقص بها بقي جوج غنهبض الخمسة ميتين و خمسة و خمسين شحل فيها من خمسة و ثلاثين إذا فيها تقريبا سبعة لأنا كان ضروف العشرات تقريبا سبعة في ثلاثة يعني سبعة في ثلاثة اللي هي سبعة في ثلاثة و غد نزيد الصيفر من بعد هي و و حد و عشرين إذا تقريبا ميتين و عشرة لا قربس نضيف الى 7 في 5 35 7 في 3 21 و 23 و 24 و 23 يجب الى 1 نضيف الى 10 نضيف الى 10 نضيف الى 105 35 35 35 35 35 1 3 4 3 30 هذا مجتمع من العمل لكي من المنزل كيف نحسب الفائدة والرأس المال والسعر كيف نحسب الفائدة ليس بضرورة سنوية يقدر يكون عدد معلوم من الشهور او عدد معلوم من الايام هذا خمسة القواعد تتخدم الطريقة التولاتية مزيان تتحفظ القاعدة القاعدة التولاتية او الرابع المتناسب اما الدراف جدول اما الدراع عن طريق اسهم هذا هو كل مية درهم يمكن تكون سدره اذا هذا هو الرأس مال الاساسي مثلا هذا هو مية درهم مية درهم او الرأس مال هنا تكون الفائدة سعر الفائدة يدخلها سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الرأس المال سعر مقابل سوف اعطوني علي علي الفائده مثلا انا ابقيت الفائده الفائده عارفواني فالفائده يمكنك ان تكون في سعر الفائده سعر الفائده سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة الفائدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نطبقوا القاعدة اذا الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنة وستة اشهر هي ماذا قلنا هي الرأسمال اشحال هو الرأسمال هي 28 ألف في السعر اللي هو سبعة لان سبعة في المئة كتولي هي سبعة على مئة صافي في عدد الشهور سنة وتسعة شهر السنة هي 12 شهر زائد تسعة الشهور هي 21 شهر على مئة اللي هي هادي في 12 شهر السنة صافي لانا هادي كتولي سبعة على مئة مليكا نضرب رأسمال في سعر الفائدة سعر الفائدة هو سبعة على مئة إذا سبعة الفوق وسميته لتحت إذا سوف نحسب سوف نختازل بالأصفار باش نسهل علي الحساب فعملية الضرب منك يكونوا عندي الأصفار الفوق والأصفار لتحت قمدا نختازل بالأصفار سفر الفوق هادي يمشي مع هادي يمشي مع هادي يمشي مع هادا أشبق لي الفوق بقى 280 في سبعة في واحد وعشرين اللي تحتش بقى بقى في واحد صافي هاد شي غادي نحسبه إذا ها نحسب 180 في سبعة في واحد وعشرين إذا غادي تعطيني اه ربعة إذا نحسب تهدابة إذا 41 160 على 12 ها نقسم ها على 12 ها ده بس ها منت الآلة الحسابة بش يجيني الحساب مضبوط هي 3430 درهم كاتب الجملة لأن دائما المسألة تبغي الحل والعمليات إذا أنا درت العمليات ده بغا نجين نكتب يعني الفائدة التي سيحصل عليها هادي خصي نكون كاتب هنا هي ونكتب الجواب مفهوم إذا نعقل على هادي كما قتلك وهذا كل القواعد ده بغا ندوزو المسألة الموالية قياس حجم القطعة حديدية هو 20.25 ديسيماتر مكعب وحسب كتلة هذه القطعة بالكيلوغرام علما أن الكتلة الحجمية للحديد هي 7.8 كيلوغرام في ديسيماتر مكعب بالنسبة لهذا المسألة وراء كين فيديو خاص على القناة بالنسبة لهذه الفائدة السنوية بالنسبة للكتلة الحجمية بالنسبة لسلام التصاميم كين فيديو خاص على كل درس من هالدروس الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم كل ديسيماتر مكعب كل ديسيماتر 7.8 كيلوغرام من حديد 1 ديسيماتر مكعب 7.8 كيلوغرام 10.8 كيلوغرام 20.25 ديسيماتر مكعب ورود البال وحدي الوحدي تقوم بحدي العملية لتحويل لتخدم وحتى العدد من الكيلوغرام معينة معينة القاعدة التولاتية إذن هذه الكتلة ماذا تساوي اللي كنقلب عليها؟ هي هادي في هادي على هادي لأن هذه اللي مقابلة مع الحاجة اللي كنقلب عليها دائما كتجيل تحت وهذه الجوج الخرين اللي يبقى وكنضربهم في بعضياتهم كيكونوا هما اللي في البسط ديال العدد الكسري أولا نخدم بالقاعدة ديال أن الكتلة هي ماذا؟ هي هذا هي الكتلة الحجمية في الحجم القاعدة كتقول أن الكتلة هي الكتلة الحجمية هي ماذا؟ الكتلة على الحجم بما أنني أنا بغي الكتلة هنخلي الكتلة هنا وغنطلع الحجم هنا غيمشي بالضرب غتجي هي الكتلة الحجمية في الحجم هذا كيطلع هنا صافي ولا نخدم بالقاعدة التولاتية ونكتب كتلة هذه القطعة كتلة هذه القطعة بالكيلو جرام هو ونحسب بعدها نعود نكتب إذا نقول نهو وش حال بهالطريقة هذه إعطانا 20.25 في 7.8 إذا نحسبوها 20.25 في 7.8 كتساوي إذا 157.95 كيلو جرام بطبيعة الحال ونكتبوها هنا لا نحتاج هنا نكتب الواحدة لأن نكتب بالكيلو جرام لما كنتش كتب بالكيلو جرام سوف تكتب كثلاث هدي القطعة هي ماشي هو 157.95 كيلو جرام هنجيو لنا يا المسافة الحقيقية والمسافة يعني سلم تصاميم والخرائط والتصاميم المسافة بين شوف هاتش غير ضبط ودابة يعني غيكون عندك العام الجاي الاولى إعدادي المسافة بين مدينتين هي على الخريطة هي جوش فاصلة خمسة سنتيمتر بهات السلم هذا اللي هو تسعة الملايين واحد على تسعة الملايين يعني كل سنتيمتر على الخريطة هو تسعة الملايين سنتيمتر في الحقيقة ما هي المسافة الحقيقية بين المدينتين نخدم معه الثاني بهات الطريقة التولاتية إذن كل واحد سنتيمتر راهو تسعة ديال المليون إذن أنا لكانت عندي جوش فاصلة خمسة سنتيمتر شحال غتعطيني من سنتيمتر في الحقيقة واحد سنتيمتر في الخريطة هي تسعة ديال الملايين في الحقيقة و جوش فاصلة خمسة سنتيمتر في الحقيقة على التصميم شحال غتعطيني في الحقيقة إذن أنا عيش كنقلب كنقلب على هادي إذن أنا غنضرب هادي في هادي ونقسم على هادي هادي بما أنها واحد فما غتعطر لي على التحاجة هذه الطريقة الأولى بالطريقة ديال التناسبية طريقة أخرى هي أنك إذا بغيت المسافة الحقيقية كتشد المسافة على تصميم وقد ضربها في مقامي السلم في مقام ما قلت أنا في السلم في مقامي السلم يعني غنجي نشد جوش فاصلة خمسة نضربها في هادي وهاتش اللي يخرج لنا هنا بغيت المسافة على التصميم كنشد المسافة الحقيقية كنقسمها على مقامي السلم شوف بغيت المسافة الحقيقية المسافة الحقيقية كتكون كبيرة بطبيعة الحال على المسافة على التصميم إذن كنجيبها بالضرب الضرب غيكبر لي العادة إذن كنضرب في مقامي السلم بغيت المسافة على التصميم بما أنها كتكون صغيرة ستقوم بتقديم المسافة كبيرا و نقسمها على المقام بسلم ملاحظة من كل الشيخ يكون لديك بالسنتيمتر كل شي يكون بالسنتيمتر لان المسافة الحقيقية نتعلم بصنتيمتر والأحسن نكسبها بالكيلومتر أو لا بالمتر المسافة الحقيقية بين المدينتين الحقيقية أرى كتلقوا الفيديو الطوال سواء هذا الابتدائي أو الإعدادي فقط لأنني كان قادر نشرح لكم فهذا المسائل هذا يعني خلصك أنت تفهم المبدأ كيف تخدم التمرين المسافة الحقيقية بين المدينتين هي إذن نأخذ 9 جيال الملايين ونضربها في جوش ونضربها في 2.5 جيال ثم 22000000000 كم ثم نحوّل الكيلومتر لأنني مسافة بين المدينتين 0 في سنتيمتر هذا في المتر هذا في الدكامتر هذا في الهكتومتر وهذا في الكيلومتر 225 كيلو متر بطبيعة الحالة أرسم زاوية هنا نرسم زاوية نرى كذلك الفيديو نجد الرابط في مجموعة من الأشياء المفيدة جداً من نسبة المستوى السادس ستساعد بها ان شاء الله مزيد الفورد وممتحان فيها الرسم الزاوية وكيفاش نقي الزاوية وكيفاش نرسم منصف زاوية اذا هنا عندنا ارسم زاوية او بي قياسها 130 درجة ممكن ترسم زاوية كدير في بالك شنو النوع دياله لانها باش لرسمتي كدارك الخطأ ديالك سوف تكون مفتوحة رأسه ها او ها او وعند ضد العين دياله او 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 سوف نأخذ المنقلة بيضاء وفيها تستر سوف نحط المركز الدائرة على الرأس الزاوية شاؤل الخم وندما ap أعلى الزفة كانت المخصفين لطلق صفر الضلع من نسبة لمناطف الزاوية نضع الزاوية تقاطع مع الضلعين تقاطع الثاني بنفس الفتحة نضع الزاوية تقاطع الزاوية تقاطع وترسم المنصف الزاوية والرسم الأفضل يكون بقلم الرصاص وهو منصف الزاوية عندما ترسم الأسادة لا ترسم بالطريقة صحيحة ترسم بالبركار لا ترسم بالبركار لكي ترسم الأسادة تتبع المراحل الأساسية لترسم المنصف الزاوية ترسم المشاكل ترسم الموالية سواء موالية ونضيف ترسم المثلثة نضيف المثلثة لا ترسم هذا المثلثة البركار إذا أريد أن يكون المثلثة أضفل مدرسة في الأعلى 1-6 سنتيمدر أضافل مرحل لذلك يضفل أيضا منظف مرحل من ال سي يكون في 5 سنتيمتر من ال سي يكون من ال سي يكون عندي 5 سنتيمتر من ال سي يكون 4 ونص اما الرسم القطعة ونأخذ على القياس تقاطع إذا نضيك تقاطعة هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة انضم ال سي سرسم مجتمع ونسي مجتمع بعد 4.5 سنتيمتر ارسم دائرة مركزها او و شعاعها ثلاثة سنتيمتر اذا ارسم شعاع ثلاثة سنتيمتر هذا هو او ارسم الدائرة ارسم قطرها ثلاثة سنتيمتر ارسم قطرها الثلاثة ثلاثة سنتيمتر او من المركزي اذا نرسم هذا بحلكة ونأخذ مهم يخصب شي يكونوا متعامدين ونرسم هذا هذا وقد رسمته متعامد لا شي متعامد اذا هذا هو ا مثلا انسي وهذا بدي غادي نصيب واحد الرباعي نصيب هذا النقاط للتقاطع ونصيب بهم واحد الرباعي لانه يلجوا متعامدين ونرسموا في واحد الشكل واحد اخر ولا ازتقاع قربتي غيبان حسان وخا انا عودت رسمته هنا فرقة ببعدوا بشي باليكم لانا قدمت عن الزاوية هنا يعني من حادة اكتر الا وغيباليكم الشكل اللي بغينا نرسمه اذا هنا شوية بحالة بدأك يقرب المربع لانا لدينا هم متعامدين غادي يخرج لنا لك ساعة مربع اذا ما طابعة الرباعي اذا الرباعي اا بي سي اا بي سي دي مستطيل معللا جوابك هم الخاصية دي المستطيل الخاصية دي المستطيل دي القطرين قطرة يتقاطعان في المنتصف وغير متعامدين هم الخاصية دي القطر دي المستطيل لانا قطراه يتقاطع متقايسان متقايسان ويلتقيان في المنتصف في المنتصف لانا هذا قطر وهذا هو مركز دائرة يعني هذا شعاع وهذا شعاع قد هذا قد هذا قد هذا قد هذا قد هذا اشتركوا في الفرد الموالي مازال عندي نموذج اخر دي الرياضيات يعني دي الهات السنة هادي بعد ما تبدل خرسي بديل الدروس اذا الى اللقاء انتلاقوا ان شاء الله في الفيديو القادم